بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله أقسام الصبر ثلاثة أولا الصبر على طاعة الله حتى تؤدى وهذا من الصبر على الأوامر كالصلاة والصيام ثانيا الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كاجتناب الشرك وسائر المحرمات ثالثا الصبر على أقدار الله المؤلمة كموت قريب قدم الصبر على الطاعة لأنه يتضمن إلزاما وفعلا ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد أما باعتبار من يتعلق به فقد يكون الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة أقسام الناس عند المصيبة أربعة أولا متسخط وهذه كبيرة ويؤدي للكفر بالقلب يغضب واللسان الدعاء بالويل والثبور والجوارح اللطم والشق والنتف ثانيا صابر وهو واجب بالإجماع بالقلب واللسان والجوارح فهو ثقيل عليه ويكرهه لكنه يتحمل ويصبر ثالثا راض وهو مستحب لتمام رضاه بربه عند النعمة وضدها سواء ينظر إليها باعتبارها قضاء من ربه رابعا شاكر وهو أعلى المراتب يرى أنها لتكفير السيئات وزيادة الحسنات والإيمان وهناك مصائب أعظم منها الدليل الأول وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يهد قلبه أي يرزقه الطمأنينة فإذا اهتد القلب اهتدت الجوارح الدليل الثاني وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه فهذا عمل من أعمال الكفر والنياحة على الميت هذا هو موضع الشاهد فالنياحة من التسخط الدليلان الثالث والرابع ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة بدعوى الجاهلية كل دعوة منشأها الجاهلية ومثله هدم البيوت وكسر الأواني وتخريب الطعام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة إذا أراد الله بعبده الشر ليس مرادا لله لذاته لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهو يريده لحكمة وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة والغرض من الحديث تسلية المصاب لألا يجزع فإنه قد يكون خيرا وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة الدليل الخامس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي يستفاد منه أولا كلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم ثانيا أن الله إذا أحب قوما اختبرهم بما يقدر عليهم كونا وشرعا ثالثا إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل مع الحذر من التمثيل أو التكييف المسائل الأولى تفسير آية التغاب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الثانية أن هذا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله الثالثة الطعن في النسب وهي عيبه أو نفيه وهو من الكفر الأصغر الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية لأنه صلى الله عليه وسلم تبرأ منه الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير يعجل له العقوبة في الدنيا السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر يؤخر له العقوبة إلى الآخرة السابعة علامة حب الله للعبد وهي الابتلاء الثامنة تحريم السخط يعني مما يبتلى به العبد التاسعة ثواب الرضا بالبلاء وهو رضا الله عز وجل عن العبد التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر